وخلال كلماته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندبين الدائمين أكد وزير الخارجية الإسباني على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطع غزة والحفاظ على الوحدة والاتصال الجغرافي بين غزة والضفة الغربية إن القضية الفلسطينية قضية محورية ليس فقط بسبب النتائج المأساوية لذلك الصراع ولكن أيضا بسبب قناعاتنا بأن ما تم طرح في مؤتمر مدريد عام 1901 ممكن من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية من خلال سلطة موحدة عاصمتها القدس الشرقية